السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير والنور والسرور وأنتم أهل الخير والله الحمد ووجوفكم خير وكتاباتكم خير وأنتو خير وبركة الله لا يحرمني منكم يا رب العالمين أخواني بأكلمكم عن الزواج المدني قال له رقم 41 سن 22 وتنفذ في الإمارات بتاريخ 1-2-23 هو لغير المسلمين للمقيمين وكان قبل أول ما بدأ يمكن فيه إمارة أبوظبي الحبيب وكان بدأ بالنسبة لشيء 18 سنة حتى له تأشيرة في القانون تغير بعض الأشياء أنه يكون عمره 21 سنة وأن يكون يمكن أحد الأطراف عنده إقامة وهو للمقيمين ولمواطني الإمارات غير المسلمين يعني هو بصفة عامة لغير المسلمين سواء المقيمين أو مواطني الدولة وواحد يسألني بيقول لي فيه مواطنين إماراتيين غير المسلمين في السنوات الأخيرة بدت دولة الإمارات تستقطب علماء في التكنولوجيا ومهندسين وغيرهم ولاعبي كرة القدم في الأندية وأصبحوا يأخذون الجنسية فهؤلاء يطبق لهم هذا حتى لو حامل جنسية الإمارات لكنه غير مسلم ولا إكراها في الدين فالإمارات لا تكرأ أحد على دخول الإسلام طبعاً ما بيشترط فيه لاولي ولا بيشترط فيه شهادة وحتى لو الشهود فهو أنا أقولها بصفة عامة قانون هذا لأنه ليس بالمسلمين فأنا أقول أنه يجتمل على ثلاثة أشياء نظام لبرالي المساواة بين الرجل والمرأة بوضوح يعني سواء في الشهادة شهادة المرأة مثل شهادة الرجل الميرات لو يقسم بين الأولاد ليس بالذكر مثل حظ الأنتين متساوين الولد والبن في نظام الحرية مباشرة نتقدم الطلاق ما محتاج منك لا ضرر ولا إثبات الضرر ولا خلع ولا غيره تقدم طلب مباشرة وبعد إعلان الطرف الآخر يعتبر الطلاق واضح بالنسبة له شيء قلنا لعمر 21 سنة قلنا أنه لا يجوز الزواج من الأقارب الأم الأخذ العماتي مثل ما هو موجود عندنا طبقا للشريعة تقريبا شو بعد غيره بالنسبة له شيء الحرية قلنا في الطلاق وغيره وهو أيضا في الصفة عامة يعني هذا القانون علماني يعني فصل الدين عن هذه القرارات لأنه يطبق على غير المسلمين فليس له بشرط أن يلتزم بما يلتزم به وهو القاضي بعد ما يوصل 18 سنة له حق الاختيار يعني مثلا وأنا من باب الأمانة بعد أقرأ لكم القانون أنا عندي 10 دقائق وأنا ما أفرط أي شيء من 10 دقائق حتى لو تقولون يا أحمد اختصر اختصر ما باختصر تسري أحكام هذا القانون أو المرسوم بقانون على غير المسلمين من مواطني دولة الإمارات وعلى الأجانب غير المسلمين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون زين ويستثنى الدعاوي الطلاق اللي احنا نرفعه ما محتاج إلى التوجيه الأسري مباشرة يستثنى الدعاوي الطلاق التي ترفع استناده لأحكام هذا المرسوم بقانون من العرض يستثنى يعني العرض على لجان التوجيه الأسري وتعرض مباشرة على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى والمساواة الشهادة المساواة في الشهادة أمام المحكمة ويعتد بشهادة المرأة أمام المحكمة مثلها مثل جهادة الرجل دون تفرقة الأرض هنا بالنسبة للأرض يجوز للرجل في حياته أن يورث من يشاء خلاص وفي عندنا احنا أصبحوا بالنسبة قسم الوصاية إذا وصى وفي موجود فورمة عبيا تقول إن كل فلوس والحلالتي يقول إلى فلان من فلان فقط ولا شيء لا زوجتي ولا الأولاد ولا أبوي ولا أمي ولا أخواني ولا غيرها فإذا لم يوصي ينتقل شيء جزء النص إلى الزوجة وبعد ذلك يقسم ما بين الأولاد متساويد الولد خمسين ألف البنت خمسين ألف مثلا إذا ما وجد الأولاد ينتقل إلى الأب والأم أو بالنسبة لشيء في الأخوة خلونا نقرأ القانون الشهادة المساوى الأرض المساوى بين الرجل في تفزيع الأرض حسب الأحكام الحق في طلب الطلاق الحق للزوجة والزوجة على حد سوا كلهم بإرادته المنفردة طلب التوقيع من دون الإخلال بحقوقهم الحضانة المشتركة تتساوي المرأة والرجل في حق الحضانة بالطفل بشكل مشترك حتى بلوغة 18 سنة وبعدها يكون للطفل حرية وربما مأخوذ هذه كلمة الطفل في هذا العمر من قانون وديمه يشترط العقد الزواج بلوغ كل منهم 21 سنة ويتبت ذلك بوثيقة أن لا يكون الزواج بين الأخوة والأبناء والأحفاد والأعمام والأخوال وأي حالات أخرى أن يعبر كل من الزوجين صراحة أمام القاضي التوثيقات عن موافقته في الزواج عدم وجود ما يحول ذلك توقيع الزوجين على نموذج الإفصاح أي شروط أخرى تحددها لا يحدى أنفيذية إجراءات عقد الزواج جوز عقد إجراء الزواج أمام قاضي التوثيقات لدى المحكمة المختصة طبقا للفورم والنموذج المعد لذلك ويتم إجراء الزواج من خلال تعبئة الزوجين للنموذج لأمام القاضي ويتم الاعتداد به يتعين أن يتضمن نموذج إفصاح إفصاح كل من الزوجين عن وجود أي علاقة زوجية سابقة يفصح يقول أن أنا كنت منتزوج أو أنا على ذمة رجل ما بيجود وأن يفصح يقول أنني لست على ذمة رجل وأنني طلقت بساريختي الشيء يثبتها شيء الإقرارات فيما بينهم وأن يكون يشتمل العقد على ما يفيد الرضا فيما بينهم نطقا أو كتابة بعد إجراء التحقيقات وغيرها يعوض الموضوع على قاضي التوثيقات القاضية الطلاق يكتفى لطلب الطلاق وتوقيعه أن يبدي أحد الزوجين أمام المحكمة رغبته في الانفصال وعدم الاستمرار في العلاقة الزوجية ما هي بشيء لا تثبت الضرر دون تبرير ذلك الطلب أو بيان الضرر أو القاء اللوم على الطرف الآخر مباشرة يجوز لأحد من الزوجين طلب الطلاق دون الحاجة لإثبات الضرر وذلك وفق النموذج المعد لذلك ويقع الطلاق مباشرة بعد إعلان الطرف الآخر وللمطلقة تقديم طلب إلى المحكمة بعد صدور الطلاق للحصول على هنا ما بيتهدم الحرمة مسلم غير مسلم سير فوق رات تحت يعني النفقة ما عندي ما عندي لعبنا عندي ما عندي يوم ما يرحميني للمطلقة تقديم طلب للمحكمة بعد صدور حكم الطلاق للحصول على على حكم بالنفقة من مطلقها ويتم إضافة أي طلبات لاحقة للطلاق وفق النموذج المعد وفي حالة عدم الاتفاق على شروط وضوابط هذه النفقة في عقد الزوج يخضع قبوله ومدته للسلطة التقديرية للقاضي إذا ما متفقين على النفقة أو الأشياء بيرجع وهنا على حسب النموذج وعلى حسب المديل وعلى حسب جيل كيف يعني يعني يرجع يخضع لقبول الطلب ومدته للسلطة القضائية على عدد سنوات الزواج بحيث يزيد مقدار النفقة بزيادة عدد سنوات الزواج سن الزوجة بحيث تنخفض قيمة النفقة بين خفاض سن الزوجة والعكس صحيح الحالة المادية لكل من الزوجين وذلك وفقا لتقرير يقوم بإعداده خبير حسابي يتم نجبه من المحكمة عندي دقيقتين بعدني ما بوقف لتقييم الوضع الاقتصادي لكل من الزوجين مدى مساهمة الزوج في الطلاق أو عن طريق الإهمال أو الخطأ أو اقترافها أي فعل أدى للطلاق تعويض أي من الزوجين للآخر عن أي ضرار مادية أو معنوية لحق به لسبب هذا الطلاق الأضرار المالية التي أصابت أي من الزوجين من جراء طلب توقيع الطلاق بالإرادة المنفردة بنفسه بينه وبين نفسه تكفل الأب بمصاريف وتكاليف حضانة الأم للأبناء أثناء الحضانة المشتركة وذلك لفترة مؤقتة لا تتجاوز سنتين وفقا لما يصفر عنه تقرير الحسابي يعني يتكفل الأب في هذه الحضانة المشتركة هو بالنفقة إلى مدى السنتين مدى اهتمام الزوجة برعاية الأبناء من عدمه تطلع برها تقضي وقتها تسافر ولا شيء يعتمد عندهم وفي جميع الأحوال تسقط نفقة الزوجة في حال زواجها من رجل آخر وفي حالة انتهاء حضانتها للأبناء لأي سبب من الأسباب ويجوز تقديم طلب جديد لتعديل النفقة بعد كل سنة أو وفقا لتغيير الظروف الحال عندي نص دقيقة حضانة الأبناء حق مشترك ومتساوي مثل ما قلنا والأصل في حضانته واشتراك الأب والأم معا واختلافهم وفي حالة الاختلاف يرفع إلى القاضي وللمحكمة السلطة التقديرية ما تراه مناسبا لمصلحة المحظون وذلك بناء على طلبنا والتركات للمورث الحق في ترك وصيته كاملة ما يملك من أموال موجودة في الدولة لمن أراد وفقا للضوابط التي تحدثها وفي حالة عدم وجود وصية فإن نصف الأرض يذهب إلى الزوج أو الزوجة والنصف الآخر يوزع بالتساويب إلى أبناء وإذا ما يوجد أولاد فيأول بعدهم إلى الوالدين والأخوة وغيرهم تحياتي